السلام عليكم ورحمة الله طلبة الطلبات الصف الأول السنوي هنحل النهاردة مع بعض إن شاء الله أسئلة اختيار متعدد على الدرس الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني درس تركيب الخلية من كتاب الامتحان سؤال الأول الشكل المقابل يوضح جزء من تحلب لسبيرو جايرة عند فحصه تحت المجهر المركب إدرسه سم أجب مدينا هنا خليتين ومدينا تركيب سين وتركيب صاد طيب واضح من الرسم التركيب سين ده من هو طحلب لسبيرو جايرة يبقى ده الجدار الخلوي ويصاد دي تبقى نواة واحد التركيب سين الفاصل بين خليتين متجاورتين من الطحلب يتكون من احنا عارفين الجدار الخلوي بيكون من السيليلوز طيب السيليلوز ده عبارة عن ايه عبارة عن سكر معقد نوع من أنواع الكربوهايدرات يبقى الإجابة ألف كربوهايدرات اتنين الوحدة البنائية التي تدخل في تكوين التركيب سين هو السين الجدار الخلوي بيكون من ألياف السيليلوز الوحدة البنائية بتاعته البيتا جولوكوز يبقى ألف جولوكوز ثلاثة يتكون التركيب سين كيميائيا من جزيئات قلنا برضو السيليلوز اللي هو من الكربوهايدرات ده بيكون من جزيئات ايه؟ بيولوجية صغيرة ولا بيولوجية كبيرة ولا بيولوجية كبيرة وصغيرة ولا غير عضوية لا أكيد جزيئات بيولوجية كبيرة السؤال الرابع التركيب صاد يشير إلى قلنا أنه بيشير إلى النواة اللي جابة به السؤال الثاني أي من المواد التالية تحدد شكل خلية نبات الزورة؟ الخلية النباتية قلنا فيه حاجة بتحدد شكلها وبتكسب الخلية النباتية دعامة بتخلي شكل الخلية محدد كان ايه؟ كان الجدار طيب الجدار الخلوي كان بيكون من ايه؟ نسألين من السيلولوز يبقى جابة دال السيلولوز فقط السؤال التالت من الشكلين المقابلين كل من واحد واثنين يشاركين في إحدى الصفات التالية وهي طب مدينا هنا الشكل الأولاني ده خلية نباتية والسهم الأولاني واحد ده اللي هو الجدار الخلوي الخلية الحيوانية مشاور على الغشاء البلازمي طب يبقى الجدار الخلوي والغشاء البلازمي الاتنين بيشتركوا في صفات ايه؟ هل وجود سقوب؟ لأ وجود سقوب دي كانت من صفة الجدار الخلوي في الخلية النباتية به الفصل بين محتويات الخلية والوسط المحيط اه ده كان من صفات الاتنين جدار الخلية والغشاء البلازمي جيم التحكم في مرور المواد لا ده من صفات الغشاء البلازمي ليه؟ لأن احنا قلنا الغشاء البلازمي بيتميز بصفة النفازية الاختيارية يعني ايه؟ يعني بيتحكم في مرور بعض المواد ودون غيرها على حسب طبيعة المواد دي وعلى حسب حجمها ده في الغشاء البلازمي ومال في الجدار الخلوي ايه اللي بيحصل؟ مش احنا قلنا ان هو مسقب؟ اه قلنا ان هو مسقب بس عشان هو مسقب فالمواد اللي بتعدي ايه؟ مية ومواد معدنية المواد الغزائية فالنفازية دي بيكون نفازية عشوائية مش نفازية اختيارية متحكمة قمتوا؟ فالتحكم في مرور المواد ده ده من صفات الغشاء البلازمي ده الطبيعة السائلة لكل منهم؟ لأ برضو ليه الجدار الخلوي؟ ليه طبيعة صلبة؟ نتيجة الياف السلوس بتديله الطبيعة الصلبة الغشاء البلازمي؟ اه ليه الطبيعة السائلة نتيجة لوجود الفوسفوليبيدات السائلة يبقى اللي جابة صحية به الفصل بين محتويات الخلية اللي جوه والوسط المحيط السؤال الرابع الشكل المقابل يمثل جزء من اجزاء الخلية الحية ادرسه ثم اجب واحد اي جزء من الاجزاء الموضحة بالشكل يتصل بعضيات الخلية طيب نشوف الشكل اللي عندنا الاول ونكتب البيانات عليه واحد ده عبارة عن ايه؟ الاول هو مدينا الغشاء البلازمي والتركيب بتاعته التركيب واحد ده عبارة عن البروتين المطمور اتنين ده عبارة عن طبقتين الفوسفوليبيدات تلاتة ده عبارة عن الياف هيكل الخلية اربعة ده عبارة عن جزئات الكولسترول تمام كده؟ ماشي يبقى اني جزء فيهم بيتصل بالعضيات اكيد حاجة بتبقى موجودة الجوة يعني تلاتة اللي هي الياف هيكل الخلية يبقى الإجابة جيم اتنين اي من الاجزاء التالية له يدور في اختيار مواد معينة دون الاخرى ودخلها للخلية قلنا مين في دول اللي ليه بيبقى واقف كده زي المرشد السياحي اللي هو بيعدي مواد دون الاخرى ويبتدي ان هو يقول للخلية يعرفها على الهرمونات والانزيمات الداخل الخارجة من الخلية قلنا جزئات البروتين المطمورة صح يبقى الف واحد اللي هي البروتين هو ده اللي ليه دور في ان يختار المواد دون غيرها في دخلها في الخلية تلاتة يتركب الشكل من مركبات الشكل اللي عندنا ده بيتركب من مركبات ايه هل شاه بعضها ولا مختلفة اكيد مختلف يبقى متجنسة وغير متجنسة الاجابة جي السؤال الخامس تفرز الهرمونات من الغضض الصماء وتصبف الدم مباشرة ولكنها تؤثر في بعض الخلية اللي هي الخلية المستهدفة التي تتعرف على الهرمونات عن طريق نفس السؤال يعني بيقولك الخلية بتبتد تعرف على الهرمونات عن طريق مين مين اللي بيعرف الخلية على الهرمونات والانزيمات اكيد البروتينات المطمورة اللي موجودة في الغشاء البلازمي اللي قلنا بتبقى وقفة زي المورشد السياحي بتعمل مواقع تعرف الخلية على الهرمونات والانزيمات زي بوابط المرور والاجابة به بروتينات الغشاء البلازمي السؤال السادس اللي بيد المعقد الذي يدخل فيه تركيب الغشاء البلازمي هو طالما انه قال لبيد معقد يبقى الفوسفولبيدات يقول إجابة ألف فوسفوليبيدات أما لو كان قال لنا زي اختبر نفسك ليبيد مشتقق كنا اخترنا مين الكوليستيرون طب هنا الليبيد معقد يبقى الفوسفوليبيد أي من الأشكال التالية يمثل غشاء البلازمي الخلية طيب الغشاء البلازمي عبر عن إيه قلنا طبقتين فوسفوليبيدات بتكون من رؤوس محبة للماء خارج وداخل الخلية وتتقابل واجهة في منطقة الزيول كارها للماء وبيكون موجود ما بين الفوسفوليبيدات دي جزيئات بروتين مطمورة وكمان جزيئات كوليستيرون وبتتكون من نسبة 10% من الكربوهيدرات يبقى الشكل الصحيح ألف لأ طبعا ولا ب ولا دالي يبقى للشكل هو جيم جيم ده الشكل الصحيح طبقتين فوسفوليبيدات وبروتين مطمور السؤال الثامن من الشكل المقابل السبب في عدم حركة جزيئات البروتين من داخل الخلية إلى خارجها إيه هو؟ مدينا هنا خلية قبل مدة وبعد المدة لأينا البروتين زي ما هو ما تحركش من مكانه طب إيه السبب؟ طيب إحنا الخلية دي سواء خلية نباتية أو خلية حيوانية يبقى فيها غشاء بلازمي وإحنا قلنا الغشاء البلازمي ليصفة النفازية الاختيارية يعني إيه؟ بيتحكم في مرور بعض المواد دون غيرها على حسب طبيعة المواد دي وتحجم المواد دي تمام؟ يبقى اللي بيتحكم في حركة الجزيئات دي أو السبب في عدم حركة البروتين من داخل الخلية لخارجها هو إيه؟ حجم الجزيئات نفسها يبقى الإجابة جيم حجم الجزيئات نفسها نعرف إن البروتين حجمها كبير السؤال التاسع طبقة الفوسفولبيدات للغشاء البلازمي تواجه بعضها البعض من خلال قلنا الطبقتين الفوسفولبيدات بيبصوا على بعض من خلال منطقة إيه؟ الديول كارهة للماء السؤال العشر أي من الاختيارات التالية يمثل تركيب الغشاء البلازمي للخلية النباتية؟ رشاء البلازمي تاني 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 بيكون من طبقتين فوسفولبيدات متقابلين عن طريق منطقة الزيول كارهة للماء وبيكون الرؤوس المحبة للماء مقابلة للوسط المائي سواء خارج أو داخل الخلية وبتكون من بروتين مطمور وبيكون من جزيئات كوليستيرول وبيكون من كاربوهايدروات يبقى الاختيارات أنهي اللي صح هو ألف فيه كاربوهايدروات وبروتينات لبيدات معقدة اللي هي الفوسفولبيدات والبيدات المشتقة اللي هو الكوليستيرول بيه بيقول ان ما فيهاش كاربوهايدروات لا احنا عندنا جشاء البلازمي فيه كاربوهايدروات جيم بيقول ان ما فيهوش لبيدات مشتقة لا غلط طبعا احنا عندنا فيه الجشاء البلازمي فيه الكوليستيرول وده اللي بيقول ما فيهوش كاربوهايدروات ولا بروتينات ولا كوليستيرول لا غلط طبعا بالإجابة الصحية ألف السؤال 11 تتصل طبقات الفوسفل بداية في غشاء الخلية مع السائل الموجود داخل الخلية وخارج الخلية عن طريق ايه؟ عن طريق الرؤوس المحبه للماء تبقى موجودة خارج الخلية وداخل الخلية وتبقى موجودة عشان هي محبة للماء فبتتواجد في منطقة فيها مية بتحب المية فبتتصل بالمنطقة السائلة سواء خارج الخلية او داخل الخلية السؤال 12 الشكل المقابل يمثل خلية حيوانية أي من التركيب التالية يوجد بخلية نباتية يعني المشترك ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية سين مشاور هنا على الغشاء البلازمي وعين مشاور على نواة وساط مشاور على سيتو بلازم والتلاتة دول موجودين في الخلية لإيه؟ النباتية سواء غشاء بلازمي أو نواة أو سيتو بلازم فالإجابة هي ألف سؤال 13 اي من العبارات التالية صحيح واحد يتكون DNA في الخلية من البروتين لا غلط دي اني عندنا قلنا بكلمة يتكون يبقى يتكون من نيكلوتي دات بيه يتكون البروتين من DNA ويخزن فيه الخلية قلنا برضو العبارة دي مفهومها غلط جيم يتحكم DNA في تكوين البروتين في الخلية قلنا DNA فعلا هو بيتحكم في تكوين البروتين ازاي بيحصل له نسخ ويدينا شريط الRNA والRNA يبتدي يخرج من النواة عن طريق الغلاف النووي المسقب للسيتو بلازم بتحصل عملية ترجمة ايه ترجمة البروتين او تكوين البروتين في السيتو بلازم يبقى DNA هو اللي بيتحكم في تكوين البروتين ده الخلية تتكون من DNA والبروتين لا ده الكروماتين هو اللي بيتكون من DNA والبروتين السؤال الربعتاشر في الخلية النباتية يخرج الحمد النووي RNA إلى السيتو بلازم من خلال لسا ايلي من خلال ايه الغشاء النووي المثقب يبقى الاجابة به سقوب الغشاء النووي طب سؤال خمستاشر اذا اختفت سقوب الغشاء النووي يتوقف تكوين لو ما فيش بقى سقوب في الغشاء النووي ايه اللي مش هيتكون طيب احنا قيلين ان DNA بيحصل له نسخ يدينا الRNA يبتدي الRNA بيخرج من السقوب الغشاء النووي عشان يكون لنا في السيتو بلازم البروتين يبقى لو ما فيش سقوب مش هيكون البروتين بل اجابة به البروتين السؤال 16 تتشابه الهستونات مع الانزيمات في جميع مما يأتي مع ده ايه هو الهستونات قلنا ده البروتين الملتفة حواليا الDNN ايه عشان يقصر طوله والانزيمات احنا عارفينها طيب الف كله هما من نفس نوع المنمارات او النفس نوع المنمارات اللي هو الاحماد الاميني الهستونات ده بروتين يبقى المونيمر بتاعه احمد امينية والانزيمات بروتين يبقى المونيمر بتاعه أحمد أميني بي كلهما بيروابك بيبتدي إه مش هي أحمد أميني بيرتبط مع بعض بربابك بيبتدي كلهما يدخل في عملية الايد لأ ليه الإنزيمات بتدخل في عملية الايد هي بتسرع光 العمليات والتفاعلات سواء هدمة أو بناء لكن الهيستونات لأ دي بروتينات دال كلهما هي اكشف عنه بيكاشو بيريد أو لأنهما بروتينات يبقى الإجابة قجيم كلاهما يدخل في عمليات العيد السؤال 17 يظهر السنترومير قلنا السنترومير ده موجود فين؟ في الكروموسومات يقول إجابة جيم الكروموسومات السؤال 18 الشكل المقابل يمثل جزء من الخلية الحية أدرسه ثم أجب طيب مدينا هنا قادي النواة تعالوا نشوف التركيب بتاعتها الأول وبعدين نجاوب على الأسئلة واحد اللي هو قلنا لونه أزرق اللي جنب النواة ده بيبقى اسمها الشبكة الإندبلازمية اتنين مشاور هنا على السائل النواة تلاتة مشاور على النواة أربعة الغشاء النواة المثقب واحد السؤال الأول بيقول الجزء الذي لا يعتبر ضمن مكونات النواة هو أكيد مين الشبكة الإندبلازمية اللي هو الإختيار ألف واحد اتنين بيقول الجزء الذي يحمل الجينات الجينات يا شباب موجودة فين؟ قولنا موجودة في الشبكة الكروماتينية اللي موجودة في السائل النواوي يبقى الإجابة به اتنين السؤال الثالث يتكون الجزء اتنين من الجزء اتنين نواة السائل النواوي اللي جواه الشبكة الكروماتينية كروماتين كنا قلن بيكون من ايه؟ دي ن ايه وبروتين يبقى الإجابة بيه بروتينات ودي ن ايه السؤال الرابع عند اختفاء التركيب تلاتة يقصب بيه الغشاء النواوي المسقب يحدث خلل فيه إنتاج لسائلين السؤال ده أكيد خلل في إنتاج البروتين ليه؟ لأن الأرقن ايه مش هي رفعات دي من السقوب بتاعت الغشاء النواوي لأنه حصل فيها خلل وبالتالي مش هيكون البروتين السؤال 19 الشكل التخطيطي المقابل يمثل خلية كائن حي ماذا يمثل كل من الحرفين سين وساط طيب هنا مدينا خلية جواها نواة والنواة مدينا كروموسوم كروموسوم كان بيكون من ايه؟ كروموسوم كان بيبقى عليه الجينات اللي كان بتبقى فيها الDNA والهيستون او الDNA والبروتين يبقى الإجابة الصحية البروتين والDNA الاختيار ألف بيقول ATP وسكريات أحدية؟ لأ اختيار جيم بيقول النيوكليتيدات والATB؟ لأ اختيار دال بيقول سكريات أحدية ومجموعة فسفات؟ لأ ده لو كان بيقول لنا النيكروتيداب بتتكون من ايه؟ إنما هنا جاب لنا الكروموسوم في حاجتين يبقى DNA وبروتين سؤال 20 جزيئات DNA في خلية كائن حي تحتوي على 10 كروموسومات في الطور الاستوائي أثناء الانكسام الميتوزي كام؟ نبتكر مع بعض الانكسام الميتوزي قلنا في الشرح إن الخلية الأم أول حاجة بيحصل لها ايه؟ بيحصل تضاعف للDNA وعدد الكروموسومات ده في الطور البيني بعد كده بتبتدي تمر بمراحل طور تمهيدي وبعدين الطور الاستوائي اللي هي بتترص في نص الخلية ويبتدي بعد كده عندنا اللي هو السنترسوم بيبتدي إن هو يسحب كده بخيوط المغزل بيسحب الكروموسومات دي ويفصلها عن بعض في الطور الانفصالي بيبتدي بقى الكروموسومات دي تنفصل على هيئة كروماتي دات بعد كده في الطور النهائي بيبتدي تكون خليتين فيهم نفس عدد كروموسومات الخلية الأم تمام؟ تمام؟ يبقى نختار به عشرة نفس خلاية نفس خلاية الأمة بالزبط السؤال 21 أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين عدد النويات داخل الخلاية وإفراز الهرمونات طيب إحنا قيلين إنه ممكن يبقى موجود أكتر من نوية ده في الخلاية الإفرازية بمعنى إن كل ما تزيد عدد الخلاية الإفرازية أكيد هيزيد عدد النويات هتبقى العلاقة طردية يبقى الإجابة به علاقة طردية بين عدد النويات وإفراز الهرمونات أو الخلاية الإفرازية السؤال 22 من الشكل المقابل أي من الأجزاء الآتية يستخدم فيه إنتاج جزيئات ATV إحنا عارفين فيه عندنا عضاي غشائي اسمه الميتوكوندريا الميتوكوندريا اللي بيبقى متكون من غشائين وإحد خارجي والتاني داخلي بيبقى متصل بالأعراف الأعراف دي اللي هي كل ما بتزيد مساحتها كل ما بتزيد فرصة التفاعلات اللي بيحصل فيها عملية التنفس الخلوي أو أجسادة الجلوكوز لإنتاج الطاقة اللي بتتحمل على جزيء ATV لحين الحاجة إليها وبعد كده جزيئات الATV بتبتدي توزع الطاقة على باقي أجزاء الخلية يبقى المسؤول عن الموضوع ده هو مين؟ هو الميتوكوندريا مديني هنا الرسمة فيها بيانات البيان الأول واحد ده اللي هي الفجوات اتنين ده الشبكة الاندوبلازمية تلاتة الميتوكوندريا اللي احنا محتاجينها وأربعة ده اللي هو الغشاء البلازمي يبقى مين من الأجزاء الآتية يستخدم في إنتاج جزيئات الATV جيم تلاتة اللي هو الميتوكوندريا وبكده نكون خلصنا أسئلة اختيار متعدد على درس تركيب الخلية أتمنى تكونوا استفدتوا وأشراكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم